انعقدت الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف للانعقادة هذا وتم انتخاب 21 عضوا لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطنية من أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية برئاسة المستشار محمود فوزي وتطبيق للقانون سيعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء بعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف بعدد 25 عضوا وينعقد لممارسة مهامه